أبو عبيدة اجتباكات محدودة بين كتائب وقسام وإسرائيل نتيجة لخرق الاحتلال للهدن جمال غزة اجتباكات محدودة بين كتائب وقسام وإسرائيل نتيجة لخرق الاحتلال للهدن السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية 1000 جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة أبو عبيدة اجتباكات محدودة بين كتائب وقسام وإسرائيل نتيجة لخرق الاحتلال للهدن شمال غزة أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة عن حدوث احتكاك ميدان واشتباك محدود بين كتائب وقوات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لخرق الاحتلال للهدن شمال قطاع غزة وأشارها أبو عبيدة وفقا لما نقلت وسائل أعلام فلسطينية تعامل مجاهدون مع عز الخارج ونحن ملتزمون بالهدنة طالما العدو ملتزم بيها ونضع الوسطاء للضغط على الاحتلال وقصف بالمدفعية أطراف مخيم الشاطئ وغرب مدينة غزة بالمدفعية في أول أيام الهدنة الإضافية فيما أشار المركز الفلسطيني للأعلام لأن سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات غربية المدينة مضيفا عن قوات الاحتلال أطلقت النار في منطقة صوفة شرقي رفح بجنوب القطاع وأشارت الفصائل الفلسطينية في بيان عاجل وبيان مشترك أيضا إلى متابعتها انتهاكات الاحتلال للهدنة للهدنة المؤقتة دعاية إلى إلزام الاحتلال بوقفها إلى ذلك قال المتحدث باسم هزارة الصحي في غزة أشرف القدرة أن هناك ثلاث مستشفيات فقط عاملة في قطاع غزة ويغير قادرة على التعامل مع احتجات الملحة وطلب القدرة بالضغط على الاحتلال لإدخال المستعدات التبية إلى شمال القطاع فضلل عن إرسال الجرحة وجراء العدو الإسرائيلي إلى خارج القطاع لتلقي الرعاية التبية اللازمة طلب عاجل من كتائب القسام لوسطاء الهدنة ألا بعبيدة المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام عز الدين الزرع العسكري لحركة حماس أن شمال القطاع غزة شهد اختراقا للهدنة من قبل القوات الإسرائية ما استلزم مواجهته من قبل عناصر الحركة وأضفها بعبيدة أنه نتيجة الخارق واضح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للتفوق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم حدث احتكاك ميداني وتعامل عناصر القسام مع عز الخارق الإسرائيلي للهدنة وأكد الناطق باسم كتائب القسام على التزامهم بالهدنة شريطة التزام القوات الإسرائيلية بالتهدئة دعينا الوسطاء للدغط على الاحتلال الإسرائيلي وأضحت حركة حماس في بيان صادر عن مكتب إعلام الأسرة النص على أن ما أعلنه الاحتلال اليوم عن إضافة خمسين أسيرة فلسطينية في سجونه إلى قائمة الأسرة السابقة التي أعلن عنها في بداية الحديث عن اتفاق التهداء الإنسانية في غزة وهي قائمة مقترعة للتفاوض حولها خلال الساعة القادمة مع تمديد اتفاق التهداء الإنسانية يومين إضافيين بعد خارق واضح للهدن أبو عبيدة ملتزمون بالهدن ملتزم بها العدو أعلن الناطق العسكري بإسم كتاب القسام أبو عبيدة في بيان أن قوات الاحتلال أقدمت على خارق واضح للاتفاق الهدن شمال القطاع غزة اليوم ما استدعى تدخل مقاومي القسام ولفت أبو عبيدة لأن المقاومين تعملوا مع خارق العدو وهو حصل احتكاك ميدان ضمن خطوط الهدن الملتفق عليها وأكد أبو عبيدة أن القسام ملتزمون بالهدن بطالما التزم بها العدو دعين الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزم ببنود الهدن على الأرض وأيضا في الأجواء وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت منذ قليل أنه بعد الوقت أنه تم اليوم تفجير سلاس عبوات ناسفة في شمال القطاع غزة في حدثين منفصلين وقد أدى ذلك إلى أصابة عدد من جنود الاحتلال أبو عبيدة الجيش الإسرائيل خارق بنود الهدن وحدث احتكاك بينه وبين كتاب القسام شمال غزة كشف أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتاب القسام أن الجيش الإسرائيلي خارق بنود الهدن في شمال قطاع غزة ما أصفر عن اشتباكات بين الجانبين وعلى أبو عبيدة في بيانات تنقلات وسائل الإعلام أنه نتيجة الخارق واضح من قبل العدو لاتفاق التهدئة في شمال قطاع غزة اليوم حدث احتكاك ميداني وأشار المتحدث لأن مقاتلية قسام تعملوا مع الخارق الإسرائيلي شمال قطاع اليوم بنجاح مؤكدا من جانبنا نحن ملتزمون بالهدن طالما العدو ملتزم بيها وده أبو عبيدة الوسطى للضغط على الاحتلال لالتزام بكافة بنود الهدن بعد خارق واضح للهدن أبو عبيدة ملتزمون بالهدن ملتزم بها العدو أعلن الناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة في بيان أن قوات الاحتلال أقدمت على خارق واضح للاتفاق الهدن شمال قطاع غزة اليوم ما استدعى تدخل مقاومية قسام ولفت أبو عبيدة لأن المقاومين تعملوا مع خارق العدو وهو حصل احتكاك ميدان ضمن خطوط الهدن المتفق عليها وأكد أبو عبيدة أن القسام ملتزمون بالهدن طالما التزم بها العدو دعين الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام ببنود الهدن على الأرض ويضم في الأجواء وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت منذ قليل أنه بعد الوقت أنه تم اليوم تفجير سلاس عبوات ناسفة في شمال قطاع غزة في حادثين منفصلين وقد أدى ذلك إلى أصابة عدد من الجنود الاحتلال أبو عبيدة الجيش الإسرائيل خارق بنود الهدن وحدث احتكاك بينه بين كتاب القسام شمال غزة كشف أبو عبيدة النطق الرسمي باسم كتاب القسام أن الجيش الإسرائيل خارق بنود الهدن في شمال قطاع غزة ما أصفر عن اشتباكات بين الجانبين وأبو عبيدة في بيانات تنقلات وسائل الإعلام أنه نتيجة لخارق وضح من قبل العدو لاتفاق التهدئة في شمال قطاع غزة اليوم حدث احتكاك ميداني وأشار المتحدث إلى أن مقاتلي قسام تعملوا مع الخارق الإسرائيلي شمال قطاع اليوم بنجاح مؤكدا من جانبنا نحن ملتزمون بالهدنة طالما العدو ملتزم بيها وده أبو عبيدة الوسطة للضغط على الاحتلال للاتزام بكف بنود الهدنة بعد خارق وضح للهدنة أبو عبيدة ملتزمون بالهدنة ملتزم بها العدو أعلن الناطق العسكري بإسم كتاب القسام أبو عبيدة في بيان أن قوات الاحتلال أقدمت على خارق وضح للاتفاق الهدنة شمال قطاع غزة اليوم ما استدعى تدخل مقاومي القسام ولفت أبو عبيدة لأن المقاومين تعملوا مع خارق العدو وهو حصل احتكاك ميداني ضمن خطوط الهدنة المتفق عليها وأكد أبو عبيدة أن القسام ملتزمون بالهدنة طالما التزم بها العدو دعين الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام ببنود الهدنة على الأرض وأيضا في الأجواء وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت منذ قليل أنه بعد الوقت أنه تم اليوم تفجير سلاس عبوات ناسفة في شمال قطاع غزة في حادثين من قطلين وقد أدى ذلك إلى أصابة عدد من جنود الاحتلال أبو عبيدة جيش الإسرائيل خرق بنود الهدنة وحدث احتكاك بينه وبينكتاب القسام شمال غزة والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة ولكن قبل أنه حديثي سأطرع عليكم سؤالا وأتمنى منكم بمساركة بارقكم في التعليقات إيه هو سبب الأحداث اللي بتحصل في الفترة الأخيرة لا تنسوا أن تشاركوا بارقكم في التعليقات ولا تنسوا أن ترغطوا لايك أسفل فيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة تفزر الجرس لكي يصلكم كل جديد من قدمه أول بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي